الوضعيات الجوية المرتقبة لنهار اليوم وللأيام القليلة القادمة مع زميلة حاسيبة كروش أهلا بك حاسيبة مسأل خير طارق مسأل خير مشاهدين نعم طارق وضعية جوية نهار اليوم نوعا ما نقدر نقول اليوم مستقرة نسبيا كون الأجوال غائمة سحب سفل راي كثيفة راي تميز جل المناطق الشمالية بدون استثناء لنهار اليوم سبت إن شاء الله بداية من الأمسية هناك بعض الأمطار المتفرقة مرتقبة وهذا على أغلب المناطق الشمالية بدون استثناء أمطار نوعا ما ستكون معتبرة محلية إن شاء الله بداية من يوم غاد خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى للفيل لا بس قبلنا الطرق للوضعية الجوية خير الأيام المقبلة رح نشوفوا الآن وعلى المباشر حالة التقس الآن عبر كل من قسنطينا كذلك الوادي والجزائر العاصمة لا بس تكون البداية من ولاية الوادي الصورة تتنى على المباشر لرسط حالة التقس الآن بولاية الوادي تقس مستقر صافي تماما كما نلاحظ في الصورة أجواء صافية 25 درجة الآن وصلت درجة الحرارة بالنسبة للرياح الرطوبة لنهار اليوم نوع الماء راهي منخفضة 31% أما بالنسبة للرياح راهي ضعيفة في هذه الأثناء 10 كم في الساعة بولاية الوادي أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى إن شاء الله في حدوث الساعة الثانية بعد زوال اليوم سترتفع إلى غاية 29 درجة أجواء حارة ستكون نهار اليوم بمنطقة الواحد بولاية الوادي ويرتقى بنتان خفض إلى غاية 13 درجة إن شاء الله في حدود الساعة العاشرة ليلا كتلة هوايا ساخنة في هذه الأثناء رأي متمركزة على أغلب المناطق الجنوبية خاصة على أقصى الجنوب بواسط الصحر وكذلك على شمال الصحر بدرجة حرار قياسية نهار اليوم على المناطق الجنوبية تصل أو تتعدى 36 درجة ويرتقى بأن تصل كذلك 40 درجة على مدينة عينغزام وبرج بجي مختار لظاهرة اليوم بحول له هواء ساخنة ومنتشر نهار اليوم على جل المناطق الجنوبية كذلك على بعض المناطق الغربية والوسطى للبلاد بالحديث عن المناطق الوسطى نذهب إلى الجزائر العاصمة وكذلك رسد حالة تقصى الآن وعلى المباشر من العاصمة سحب سفلة كثيفة كما نحظ فيها في هذه الأثناء رايتميز أغلب المدن الوسطى وكذلك العاصمة ودرجة الحرارة وصلت الآن إلى غاية 21 درجة أجواء نوعا ماي حارة نسبة رطوبة مرتفعة 74% وصلت إليها الآن رياحي الأخرى ضعيفة هنا بالعاصمة وعلى أغلب المدن شماء الوسطى للبلاد 10 كم في الساعة هي سرعة الرياح التي وصلت إليها الآن في العاصمة بالنسبة لدرجة الحرارة إن شاء الله في حد الساعة الثانية بعد زوال يوم ستصل إلى غاية 20 درجة لتنخف ضيلة 13 درجة إن شاء الله في حد الساعة العاشرة ليلا طقس كذلك ثقيل وهواء ساخن يميز في هذه الأثناء العاصمة وأغلب المدن الوسطى الشمالية لنهار اليوم السبت نختم بولاية قسنطينة هي الأخرى الصورة تأتينا على المباشر لا تختلف كثيرا عن العاصمة طقس غائم صحب سفلة كثيفة في هذه الأثناء يتميز ولاية قسنطينة وأغلب المدن الشرقية للبلاد 19 درجة هي درجة الحرارة أقول التي وصلت إليها الآن نسبة الرطوبة دائما مرتفعة بقسنطينة 62% الرياحية الأخرى رهي ضعيفة في هذه الأثناء بقسنطينة 10 كم في الساعة بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى إن شاء الله في حد الساعة الثانية بعد زوال يوم ستصل إلى 20 درجة لتنخفض إلى 9 درجات فقط إن شاء الله في حد الساعة العاشرة ليلا طقس هو الآخر ثقل نوعا ما رهي ميز ولاية قسنطينة في هذه الأثناء وجل المدن الشرقية للبلاد هي كصورة كعينة عن المدن الشرقية يعني الطقس غائم نهار اليوم على أغلب المدن الشمالية للبلاد وصافي تماما كما رحتوا معي على المناطق الجنوبية والأجواء الحارة كذلك نهار اليوم تبقى تميز أغلب ولايات الوطن بدون استثناء يعني يمكن أن تصل لغاية 40 درجة على المناطق الجنوبية و30 درجة على المناطق الشمالية خاصة الوسطى والغربية للبلاد كنا هترنا هناك يعني هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية لكن للأسف تكون ضعيفة تكون محملة ببعض الأمطار المتفرقة إن شاء الله نتبقى الآن ومع بعض في خلط تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة حيث تشيل هناك بعض الأمطار الخفيفة مرتقبة نهار أمسية اليوم وحتى يوم غد الأحد بحول الله كما نلاحظه على المناطق الداخلية على جل المناطق الداخلية كما نلاحظه على مدينة عندفلة كذلك على منطقة البيض كحتى على مستغانم بويرة كذلك تزيوزو بجاية بورد بوريج صيف باتنا أم البواقي كذلك على مدينة قسنطينة أمطار نوعا ما تكون خفيفة جدا ومتفرقة متوقعة ظهيرة يوم غد الأحد بحول الله إن شاء الله يعني ترجع الاستقرار ثم بعد ذلك يوم الاثنين تعني ترجع الأمطار تكون نوعا ما معتبرة محليا على المناطق الغربية كما نلاحظه في الصورة لو نزرق نوعا ما يكون قاتم خاصة على كل من ولاية الشلف كذلك غليزا مستغانم معسكر سعيدة تيارة والبيض يعني أمطار نوعا ما تكون معتبرة محليا يمكن أن تصل كمية حوالي 25 مم محليا وهذا يوم الاثنين مساء يوم الاثنين بحول الله أمطار نوعا ما معتبرة على المناطق الغربية والحمد لله يعني هي كل المناطق الغربية نصيب من هذه الأمطار لكن يعني هناك فترات يعني كما نلاحظه فترات صحوة إلى منطرة إن شاء الله متوقعة خلال الساعات المقبلة بداية من مساء اليوم إلى غاية يوم الاثنين المقبل كانت هذه إطلالتنا للوضعية الجوية لنهار اليوم ظهيرة اليوم السبت عودة إلى طارق لسكم البقية الأخبار شكرا جزيلا لك حصيبك روش على ما قدمته في مخص جديد الوضعية الجوية